تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة كل واحد بيحشق كرة القدم وبيشوفها كثير مرت عليه الصورة فيها مارادونا محاصر من قبل منتخب بلجيكا صورة انتشرت كثير وكانت رمز لرعب الخصوم من مارادونا في البداية لازم أكد أن مارادونا من أعظم من لمسوا كرة القدم وعند كثيرين هو أعظمهم لكن هاي الصورة مبالغ فيها شوي بل ربما كثير الصورة تعود إلى عام 1982 في ملعب كام بنو الشهير في مونديال إسبانيا وكانت في دور المجموعات وهي مباراة كسبتها بلجيكا بهدف مقابل لا شيء هذه الصورة مش زي ما تخيلنا في البداية ولا الفريق كان محاصر مارادونا بل هي ببساطة صورة مأخوذة بلحظة ولقطة ذكيتين هي كانت ركلة حرة مباشرة تقدم لعب الأرجنتين أرديريس لينفذها وللعلم هذا أرديريس كان رقم واحد وهذا رقم صار ممنوع أي لعب يحمله في كأس العالم غير حارس المرمى أرديريس لما تقدم ما سدد الكرة بل مررها لمارادونا فتحرك الحائط باتجاهه بشكل فوري وتلقائي مش لأنه مارادونا بل لأنه تفاجأ بالتمرير لديوغو هذا الفيديو بوضح الحقيقة فيه ربما شيء لازم نكمل فيه بالمعلومة اللي هي أنه مارادونا حاول يمرر الكرة بعد ما إجتله ونقاطعت منه الموضوح هذا ما بيقلل من مارادونا أبدا فهو أسطورة هو معجزة لكن بورينا أيضا أنه مسألة الصورة لوحدها لا تكفي لنعرف الحكاية بدون التفاصيل كاملة اشتركوا في القناة